موعز بن شريفية يعود اليوم للمنتخب نبدأ بحياسة المرمى في المقابل الجدل صار بين الأحقية متع موعز بن شريفية خاصة و ألا سامي هليل الزوز يتحدث عليهم أكثر البلاتوريات و حتى الجماهير كنت في عودة موعز بعد سنوات المنتخب الحقيقة برافو الموعز عشوال يخذيه الحقيقة نسل كل شاكت معناها بعد الكارير اللي عداه في الاسبرانس يمشي للمبيل بيجي معناه في ظروف صعيبة ناس كل معناه قلت اسكوا شواء صحيح غالط معناها تاريخي هكذا اللي عنده الحق معناها كيخذيه شواء ذا و المريض معناه بشكل في المنتخب صورتو بالنفو اللي عداه الدبيوت سيزون والأولمبيل بيجي معناه الحقيقة اللي تستحق المرتبة الثانية اللي هي فيها خاطر كيتشوف معز كيشوف رابيع الحمراء معناها الحقيقة فما يكيب مستوي به و الظو مزوز معناه بالنسبة لأن صورتو معز معناه يستحق الدعوه ملوين سامي هليل برشة من جمهير السداد كانت تستنى انه يكون موجود في المنتخب انا الرضل من كبير سامي هليل عرونت مؤلمين نحكي وش راوه علاماتش اليوم كيتحكي لي مثلا برابور المعز بن شريفية صحيح قاد يقدم في بداية موسم بايا مع اولمبيل بيجي معز بن شريفية راو من انزاوش عنده عنده عمين بريسكو لقديش ملعبش بعد ستة متشويت يلقى روحوا في المنتخب وذي انا 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 يعجبني موازل محالا مكتحكي على ريتم معتنا متعلمات شويت سامي هليل عنده عمين اسلام وشوفنا معتنا المردود الممتاز اللي قاعد يقدم فيه في الملعب التونسي كان اليوم يستحق يكون موجود في الليستة هذي لحقيقة نقطة استفهامة كبيرة انا مفهمتش نعليش من الملعب التونسي كانوا قبل معناتها كيما نقولوا العباد يقولكش بيه جواريتنا في الملعب التونسي معي طولهمش برشة في الكمبيلنسي وشاهدنا حتى قبل كانت مع الملعب التونسي فهموا وسيمة السلامي محمد السليتي اللي كانوا ديما فهموا بروبليم في الملعب التونسي ابرت او العامل العامل الخريني بلال الماجري بلال الماجري مفهمتش انا شنو مشكلة تاوه مع الجامعة مع الملعب التونسي نقطة استفهام كبير ان ناسر كل الناس تتاوى الناس الكل حكي نحكي وعليه معنا جمعة نحكيه على سامي هلال يا عبيد ربي القردية هذي عنده عمين بشهدة الناس الكل اليوم معنا نراه انا مش معناه معي تلوش انا مشكلة نجم يكون ديشوا نعم يا اسلام راو كان يقول لك ينخوا حتى شانس بركة على المردود متاعوا تعرف معنا سامي هلال العودة متاعوا الصعيبة اللي كانت في الملعب التونسي الناس كل تعرفها وقتها البروبليم اللي كانت صارت له بعد يلقى روحوا موجود في الملعب التونسي عدا دو سيزون لحقيقة في البيك متاعوا هو طوي يستحق يكون موجود نقدموا شوية سيعلي للدفاع المركز اللي كانت تلعب فيه هنتي مدافع علي سار دعوت اليوم امين الشيرني لاعب لفال في المقابل غياب شيرني قاعد متقلق الحقش شوفناه برشة في فرنسا في الديكدو ما شوفناهش برشة البريود اللي فات في المدخب باليوم يعود مع قايس العقبي في المقابل توقعنا بنو الناس يكون موجود اللي يلعب كيف كيف بانتظام في تركي هو اه انا عقد بالنسبة لشيني ثم تاخير في في الاستدعام تاعه بصراحة تم مفروض روه اه بعد كاس العالم اخذها حفظوا اكثر من هكاية هو لكن علي العابدي قدم مستويات طيبة وهو يعني بعد علي مالور كان موجود و تيتولير في الفضيقه بالنسبة كلمة بركة على الحراس ثلاثة العاية تلوه مرأة وثلاثة ومحترمين جدا حتى حد بالنسبة لهو كان تيتولير ومعنا بخير وذوق لكي تبدو وصولي الوضعات فسناحة هذا المنطقي بالنسبة لكم حتى واحد ما شك في الهو هو اختار شواء كانت جميعه تدير احسام هاليل في مستويه مرت critic دو سيزاء ومرضوع في مستويه هيل تدير راس خرينيستائل كما قال المتر حلوه متاع المستير. الحلاوي متاع المستير. ثم متاع العمران زادة. منتجار السيد. فما واحد مشقة تحكي عليه برشة اللي. اشرف. اشرف. اشرف القرير في السيابي زادة نقدم سيزون شوية. فما غارديان مشقة تحكي عليه برشة اللي هو حمزة الغانمي. تقريبا اكثر غارديان عامل تصديات السنيف في البطولة. ما وشقالين تحكي علي لك. قالي قدي في مستوي ممتاز. الله او بن شرفية مش اخدت القدم مستويات طيب. هل هو حتى حد ما يشوق مميش زادة نفس الشي. ودحمان مهما كان خبرة دحمان وشفته كنتر آآ للنادي الفريقي. يعني حرسي حطك آآ عطا شخصية للي كيب. عطا ثيقة لدي فونسي متاعه. آآ عمل دي بارادة على مستوى عالي. بالنسبة للمؤدافعين لحقيقة. وانا نشاطر آآ محمد في عزعلوني في الجهة اليوم. آآ سأرتو من القاوش كون. كان غدوك شريدة تضرب لك. باش نعود الراجع المثلوثي. زعلوني ويان فاليري زيت. اللي يلعب بانتظام في في انجلترا. وفي الاستاذ كل موجود فاليري. انا مشيش على فاليري. انا نمشي مع ولاية تحفون قاعد يقدم. والحاجة اللي عجبت لي. حتى راو فاليري راو محترم جدا مستويه وقاعد لعب في انجلترا مستهل. نحنا نحنا يمكن في تونس مقزمينه شوية خاطر اللي بيناس ونور. هم عندهمش كون يدفع عليهم. لا لا ندفع عليهم. زعلوني. زعلوني وراه جمهور الكلبي دفع عليه. ومشنيب وراه جمهور تراجي دفع عليه. لكن حتى فاليري راو باشا تقزيم سيرلو في تونس. اسلام. نحنا كلهم ولاية تونس. وكلهم جنسية تونسية. ندفع عليهم. فاليري ماخداش حظو وانا وانتفق معاك. لكن كي هبط ما وراش امكانيات كبيرة. شهبط يا علي. لعب ماتش ولا زوس. لا ماخداش فرصة كبيرة سعلي. اوزولي. نتفق معاك. انا مقولك شلع. انا كنت في كاسفريقيا. في في الكو ديفور ما تشوف فيه اللي خارش فيه الظاليري. معنا كيفاش ملعبش حتى تقيقة. ما لعبش ملعبش برشة في كوبدافريق. خارش ظاهرة تفول ماتا محروق. كيفاش ملعبش حتى فرصة. يجيك يخلي جامعيته. ويمشي معاك كو ديفور ما يخدوش حتى فرصة كاملة في مشاكل الكبيرة شفناه في المدخب. نقطة استفادة. زعلوني اللي دافع عليه دافع عليه المردود متاعه. ومستوى متاعه. اخصوصي المباريات الاخيرة. اتحسن. ولا يعرف قدش يطلع. فهم حاجة اللي هو راو ديفونسوره قبل ما تحسن بالجديد. صحيح. 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 الماتش اللي خلا يخرجش في الميتاره موساب. لا لا لا. سليم انا نحكي لك على جنرال. مش على ماتش ولا زوج. تكتيكمون كان مهبول شوية. تحب نقوله هكا. تكتيكمون كان مسيب. النهار كاملو طالع 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 طالع. ما ثميش هاريير يطلع بالكافية اذيك. ويجتهد مسكين ووقع الجمهوري هايش فيه كل شي. شفتوا سنيه. ولا ارزن تكتيكمون. ولا يطلع وقت ثمي. متاع اسباس متاع طلوع. مستويات حسن. تكتيكمون بل كده بل كده. الله زادة وردنا يبدو نشوط. وعنده روح كبيرة يلعب باش. صحيح. اللي تاكل اللي عملهم ماتش لاخر. تقريبا اللي عب مستير ده. اذا سلاس بريس خرج يخلط تعليه وعملوا تاكل ممتاز. انتي باش تحكم. كمدرب وطني. نحكم على الرندماء. نحكم على الحضور. تكتيكمون تحسن ما تحسن شي في القروب. يفيدك غدوة. في ماتش الثاني. هذاك زعلوني في تونس يفيدنا بكيفية كبيرة برشة. صورتول ما بين ماتش والماتش ثم في وياش. حيح. تسعة زوائع تقريبا اسلام. وثم رندماء. وثم يكيب النجم نقولو لتستهل يكونوا ابروفنسيف. يعني الهنا شواء ظهر لي انا متاع فاليري ولا زعلوني كان سامبوس.